هذا التبور الأوروبي اللي بيقف كل يوم بنشوف أحد من يا إما رئيس وزراء أو مسؤول موجود ويتحدث الجميع طبعا في الأول لازم يقدم الدعم الإنساني والتضامن ودمعة هنا وتعاطف هنا وحكاية هنا وبعدين يقول في الآخر طيب المساعدات لكن محدش بيقدم أي حل جزري أو بيعمل أي موقف زي حتى الموقف المصري الصلب اللي موجود تجاه تقديم المساعدات ولابد من حتمية وجودها خليني أروح طيب للشأن البريطاني نقرأ مع بعض الخبر ده استقالة زي ما أنتم شايفين استقالة عشرين نائب من أعضاء من العمال البريطاني وده احتجاجا على موقف الحزب الحقيقة بسبب عدم رغبة القيادة في إظهار قيمة للإنسانية تجاه ما يحدث للفلسطينيين وطبعا ده كان مكتوب الحقيقة هذا الخبر وفقا لصحيفة الجارديون البريطانية ووفقا أيضا للصحيفة قالت أن الاستقالات الحقيقة حدثت في مجالس بها مجتمعات إسلامية يعني موجود فيها عدد من المجتمعات الإسلامية الكبيرة اللي كمان ممكن يؤدي بهذه الطريقة إلى فقدان حزب العمل السيطرة في النهاية على طبعا على قرار من الناخبين وده خلال الانتخابات المقبلة يعني فيه خلخلة ومشاكل كبيرة وبيقولوا مش بس العدد الاستقال لكن كمان بيقال أنه فيه كمان عدد آخر ممكن يستقيل أيضا بسبب نفس النتيجة وهو عدم وجود إنسانية أو تقديم المساعدات للفلسطينيين خلينا نقترب أكثر من المشهد ونروح لمدير مكتب الأهرام في لندن الأستاذة الصحفية منال لطفي مساء الخير أستاذة منال مساء أنه أستاذ شافكي عليكي وعلى المشاهدين الكرام طيب خلينا كده نشوف الشأن البريطاني ما يحدث يعني ربما أن هناك صوت إنساني أو أصوات ترفع صوتها وتحتد وتعترض وتستقيل بالتأكيد بريطانيا كما تعلمين مجتمع متعدد جدا من ناحية الديانات والأعراف والتعاطف مع أهل غزة مع الفلسطينيين لا يكتصر فقط على المسلمين في بريطانيا أعتقد أن بريطانيا خرجت منها في أجازة الإدواء الماضي أكبر مظهرات في أوروبا خرجت في 7 أو 8 مدن بريطانية كبيرة على رأسها لندن وبالتالي هناك تعاطف شعبي كبير جدا مع أهلنا في فلسطين لكن للأسف هناك انفصال كبير ما بين الشارع وما بين النخبة السياسية سواء كانت حزب المحافظين الحاكم أو كما تفضل في حزب العمال المعارض كيرس برمال أعتقد أنه حرق أوراقه مع المسلمين في بريطانيا لأنه موقفه كان صادم دعيني أقول هذا لماذا؟ لأن حزب العمال تاريخيا من الأحزاب الأساسية في أوروبا التي تدعم حق الفلسطينيين في دولة والتي لطالما انتقدت سياسات إسرائيلة التي تنهي حل الدورتين دعيني الحزب السابق جيرمي كوربين كان مدافع شارس عن فقوق الفلسطينيين وبالتالي الحزب فوجئ بكيرس تارمر ده موقف كيرس تارمر عندما حتى دافع عن وقف المياه وقف القهرباء والأغذية لأهل غزة على أساس أنه هذا جزء من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبعد ذلك حاول تارمر الاستدارة وأرسل خطاب إلى نواب حزب العمال حاول فيه أن يوضح موقفه لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه التطريحات حول حق إسرائيل في الدفاع عن النفسها كانت علانية للغاية بينما ذلك الخطاب لأعضاء حزب العمال كان خطاب داخلي ودفع في ذلك الخطاب الداخلي عن الفلسطينيين وعن المساعدات الإنسانية لكن ماذا الخطاب الداخلي لم ينال نفس التغطية لم ينال نفس التوضيحات التي نالها موقفه الأول الخاص بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس إذن هناك سجوة كبيرة ما بين النخبة في بريطانيا وبين الشرع البريطاني وحتى رئيس الوزراء روشي سناك اليوم تعرض لانتقاد عنيف صحيح لانه كان موجود كمان في إسرائيل حقيقي كان موجود بإسرائيل وكانت زيارة كارثية برأيي وكان كارثية لانها لا تعكس رأي العام البريطاني ثانيا لانه لم يتحدث بالمرة أمام لدانياه عن أولا وقف اطلاق النار لم تذكر لم يذكر لم يذكرها أصلا أصلا ولم يتحدث عن مساعدات إنسانية بطريقة واضحة الحقيقة أستاذ منيل هو التابور الأوروبي كله هدفه الرئيسي الدعم الإنساني والمدي والعسكري وده واضح جدا من التابور الأوروبي اللي كان موجود وكان بيدعم يعني رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فكان ده شيء واضح طيب أنا عايزة أسألك زي ما حضرتك قلت هناك فجوة كبيرة جدا بين خليني أقول حتى بين عنوين الصحف البريطانية بين وسائل الإعلام البريطانية وبين الشارع البريطاني يعني هناك فجوة كبيرة جدا وكأن وجهات النظر لا تلتقي أبدا فالفجوة دي باتت واضحة المعالم بشكل كبير بالتأكيد أعتقد أن الحكومة البريطانية وكثير من الحكمات الأوروبية مثل الحكمة الفرنسية والألمانية للأسف بنوا موقفهم الدعم لإسرائيل على أساس السير خلف أمريكا ونحن نعلم أن أوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت ضعيفة للغاية وتعتمد في الكثير من المواد الحيوية مثل الغاز على أمريكا فهل هذا الانصياع الأوروبي الكامل للموقف الأمريكي هو انعكاس لتبعية أوروبا لأمريكا تبعية الأمنية والسياسية والاقتصادية لحد كبير بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية أم أن أوروبا ليس لديها بفل السياسة الأخلاقية أصلاً وأعتقد أن أوروبا بالفعل تعاني من البصلة البياسية بصلة البياسية الأخلاقية والسراتيزية وفي بريطانيا البعض يقول لماذا لا تستطيع أوروبا وبريطانيا أن تتحدث عن وقف إطلاق النار بطريقة واضحة لأنه فتح الممارات الإنسانية التي تعتزم مصر منذ غدا إرسال شاحنات لدعم أهل غزة هذا لا يمكن أن يتم بطريقة ناجعة يتم وقف الإطلاق النار وحتى وقف الإطلاق النار طويل الأمد ومضحوب برفع الحصار لأنه لا يمكنك توزيع المساعدات على الأرض مثلاً بدون وقود وحتى الآن دول الوقود مقيد لا يمكن توزيع المساعدات تحت القفر وبالتالي كل المساعدات التي تريد مصر إدخالها معها على العالم العربي والإسلامي والقرار المصري كان من هنا صعب لأنه القيادة المصرية تترك أنه عندما ترسلين تلك المساعدات إذ لم يكن لديك دمانات من إسرائيل بعدم القصف وبعدم رفع الحصار إذن أنت فوادة صعب لكن مصر قررت أن تدخل في كل الحالات لدعم أهلنا في فلسطين الموقف الأوروبي أكيد موقفي ويكشف أنه أوروبا ليس لديها بصة سياسية أخلاقية وهناك الكثير من النفاق لأنه عندما حدثت في أوكرانيا عندما قامت الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا تواكهت كل أوروبا وأمريكا لتعم أوكرانيا بصفات دولة حفلت أراضيها ولكن هنا نتفق وحضرتك صحفية وأستاذة هو الكيل بمكيالين يعني أنت حتى لما تحطي كده الحدث الأوكراني الروسي وتحطي الحدث ده لمجرد أنه روسيا يعني هذه الأزمة ما تلاقيش أي تعاطف يعني إحنا ما شفناش حتى بلد أوروبية بتقدم مساعدات لفلسطين أو بتبعت مساعدات حتى ولو لم تصل المساعدات يعني مطار العريش لم يستقبل أي مساعدات أوروبية حتى اللحظة فالحقيقة يعني الشكل صعب جدا خليني أقول لحضرتك أيضا هناك خبر ربما تعلقين عليه أيضا استقالات من بي بي سي من عدد من المرسلين اللي طلب منهم أنهما لا يتعاطفوا مع الجانب الفلسطيني في أداء المهمة الإعلامية أو أنهما يظهروا هذا التعاطف أو معلومات خاصة بالجانب الإسرائيلي فهذا انشقاق كبير جدا خاصة بمحطة زي بي بي سي ولها تاريخ كبير أنت تشعرين عندما تقرأين الصحافة الأوروبية أو الغربية أكمالا أن هناك نوع من التقييد وتكبيل الأيدي يعني أنا أتابع تقضية الصحافة الغربية أو البريطانية على وجه التحديد بكثير من الأزمات لكني لم أشعر يوم أن هناك ذلك القدر من التقييد على حرية رئيس التعبير العنوين الجاردين الجاردين صحيفة يسرية والبي بي سي من المفترض أنها هي أمستقل لكن أعتقد أنه ضغوط اللوب الاسرائيلي في بريطانيا اللوب الاسرائيلي الكبير صحيح نافذ جدا لدرجة أنه يتم تقديم الشكاوة أساسا البي بي سي كيف قامت بوقف الزملاء الستة الزملاء في المحطة هناك منظمة أمريكية نجي أو أمريكية تقوم كما تقول تلك المنظمة بمرأبة الصحافة العربية والتبليغ عن أي تغطية تراها منحزدة إسرائيل صحيح أنا هنا بس عايزة أقف مع حضرتك في حاجة لأنه كتير الناس تقولك ما أنتوا يا إعلامي عربي بتكلموا نفسكم فبالتالي زي ما حضرتك قلت هم يراقبون ويعرفون ماذا يقول الإعلام العربي وماذا يكتب وماذا يعلق وبعدين يقولك احنا مش شايفينكم فطبعا إحنا فهمين كويس أوي ما يحدث الآن في الإعلام الغربي كم ميري حضرتك بالتأكيد بالتأكيد لدرجة أنه كان هناك في مؤتمر صحفي حضره أعتقد نتانياهو مع مراسل للبي بي تي وكان يتحدث عن الخدمة العربية أعتقد الخدمة العربية عندما حدث الانفجار في المستشفى المعمداني أيوة فأنا ذاك قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لا أعتقد إذا كان نتانياهو أم رئيس في الحكومة قال أنه البي بي تي تتحمل جزء من المسؤولية لأن البي بي تي مرسلها قال أنه المان قام بقصة المستشفى المعمداني هو إسرائيل أيوة أنا ذاك رد هذا المرسل وقال البي بي تي عربي لا تحرك يعني ساعتها أنا ذاك خرجت بيانات إدانة فورية من كل العواصم العربية صحيح وهذا يعني استكمال لنقطة حضرتك أنهم يعتقدون أنه الأمر يعلاج غير مؤثر أيوة هي قلب الحقائق أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة منال لطفي الكتبة الصحفية مدير مكتب الأهرام في لندن